موسيقى 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 السلام عليكم في فيديو جديد لسه متكلم على معدلات دراميك الرأي الفيديو الثامن مش هفكرك ان معدلات دراميك الرأي بتشتغل بس على اوفيس 365 او ماكروسوفت 365 لو عندك اي فيرزن تاني من الاكسل مش هتقدر تشتغل على المثال اللي هتشرح النهاردة في الفيديو ده لسه بنتكلم على دلة فلتر النهاردة هناخد تطبيق جديد زريف جدا هنشوف ازاي ممكن استخرج اكبر قيم من جدول هنا انا مطلع من تابل تاني اكبر عشر قيم ممكن يخيلو خمسة تلاتة موضوع هيبقى دايناميك مش كده بس ازاي اقدر اخلي النطاق اللي خارج ده اديله اسم والاسم ده يشير على او يشاور على نطاق دايناميكي يعني ممكن يشير على ثلاث سطور او عشر سطور او خمس سطور حسب الاوتبوت اللي خارج من دلة فلتر زي ما هنشوف في المثال كمان اقدر بناء على نطاق دايناميكي ده اعمل تشارت والتشارت ده كمان هيكبر ويصغر حسب النطاق بتاعي وحنشوف ازاي ممكن نعمل كده اخر حاجة حدي عنوان دايناميكي للمخطط هنعمل كم ده باستخدام معدلة فلتر اكيد لكن معها معدلة لارج وينديكس وكمان هنبص معاهم على صور تعالي نروح على الاكسل ونشوف المثال على الاكسل شكله عامل ازاي بالزبط في المثال العملي بتاع النهاردة على الشمال فيه لستة من المنتجات ومبلغ المبيعات لكل منتج دول حوالي خمسة عشرين منتج محطوطين جوه تيبل زي محرك شايف على يمين هنا فيه اكبر عشر منتجات طالعين هنا في التقرير الصغير ده ولكن لو غيرت اختياري هنا قلت له واحد هتلاقي ان هنا جالي بس اكبر منتج لو قلت له اتنين هيبو اكبر اتنين وهتلاحز ان على يمين كمان التشارت بتغير معايا هنا التشارت باصس على بس الاثنين روز اللي موجودين هنا حتى لو اخترت كده هتلاقي بس باصس على الاوتبوت بتاع ده اللي تفيلتر لو رجعت هنا مثلا وقلت خمسة التشارت بتاعك بيتغير وكمان الليبل بيتغير بيتكتب top 5 products بعدما كانت مكتوبة top 2 او top 1 او whatever هنشوف ازاي ممكن نعمل الكلام ده مع بعض طبعا ده الفيديو التاس بنتكلم فيه على معدد فيلتر لو عايز ترجع للفيديوهات اللي قبل كده هتلاقي لينكات بتاعها موجودة فوق السكرين دلوقتي حالا عشان ابدأ المثال بتاعي محتاج اطلع من هنا وليكن اكبر 3 منتجات من حيث قيمة المبيعات فتعاي نكتب هنا 3 ونيجي هنا نبدأ نكتب مع بعض معادلة فيلتر هدوس على equal وابدأ اكتب فيلتر وادوس tab او الاختيار كان فيلتر تعاي نمشي على screen tip مطلوب مني اول حاجة array array هتكون طبعا ال table على الشمال بالكامل لو روحت فوق خالص على الشمال هلاقي استهم الاسود المال اللي تحت ده لو دست عليه هيختار الجدول بالكامل وهتلاقي اسمه مكتوب فوق في formula bar sales by product ده اسم ال table اللي انا قريدي مجهزه لو عملت كامل عشان انقل على الاختيار التاني او ال argument التاني محتاج مني الكريتيريا اللي يعمل بيها فلتريشن طالما انا عايز اكبر 3 محتاج دلة تساعدني على الموضوع ده الدلة اللي هستخدمها دلة large ايه الفرق بينها بين ماكس large شبه ماكس جدا الفرق الوحيد ان ماكس تديني اكبر قيمة ولكن large ممكن تديني اكبر قيمة او التاني اكبر قيمة او التالت اكبر قيمة وده اللي هنشوفه مع بعض قبل ماكتب معدت large محتاج اختار العمود اللي هيتطبق عليه كريتيريا في الحالة دي هو عمود ال amount لو روحت على ال header بتاع column اللي اسمه amount هلاقي برضو السهم الاسود اللي بصص لتحت لو دوست عليه هيكتب لي المرة دي اسم ال column ولكن قبلي اسم ال table واسم ال column between two square bracket وبعد كده عايز اقارنه اللي هيطلع من معدت large هنكتبها مع بعض فحقول له equal وابدأ اكتب large lar او الاختيار large اعمل tab محتاج array خد بالك large عايز تجيب لي تالت اكبر قيمة من array معينة ال array هتكون هي هي نفس ال array اللي جاية من ال table ال array بتاع ال amount هروح تاني بالماوس واختار برضو العمود اللي اسمه amount لو عملت كاما هتلب مني key كده بالزبط هو انت عايز اكبر واحد ولا تاني اكبر واحد يعني ال key ده ممكن يبقى one or two or three or ten or whatever في الحالة دي طبعا انا محتاج تالت اكبر فمحتاج اروح اختار اللي انا حطيته هنا فهاختار g 3 كده ممكن اقفل معدت large كمان ممكن اقفل معدت filter وادوس على enter اداني تالت اكبر قيمة بس عمل filter على تالت اكبر قيمة بس مش ده انا عايزه بالزبط انا عايز اكبر تلت قيم مش تالت اكبر قيمة ليه اعمل كده لاني لو رجعت على formula bar تاني هتلاقي انا استخدمت هنا equal ولكن لو استخدمت اكبر من او يساوي هيجب لي تالت اكبر قيمة والقيمتين اللي قابليها كمان ممكن في الحالة دي ادوس enter حادي انا عايزه بالزبط ادي اكبر تلت قيمة من حيث المبيعات زي محرك شايف ولكن مش مترتبين محتاج ارتبهم مفيش مشكلة هرجع تاني قبل معادلة filter وهقف قبليها خالص وابدأ اعمل معادلة sort اول اختيار هي sort هدوس على tab محتاج منك array لو دست على array هي دي خلاص اللي خارج من filter مش محتاج اعمل حاجة تاني بعد كده هيبدو مني يطلب مني حاجات تانية فممكن اعمل كما عايز ترتب بناء على انهي عمود عندي عمودين واحد واثنين عايز ارتب على العمود التاني فهعمل two وبعد كده كاما بيسألك على sort order عايز الترتيب ascending ولا descending في الحالة دي انا عايزه descending فا اختار minus one وبعد كده اقفل معادلة sort بالبراكت بتاعي وادوس على enter الوقتي خلاص بقى مترتبين طيب جرب هنا احط خمسة دوس enter بيفلتر على خمسة وجهولك مترتبين الخطورة بعد كده ان ارسم chart مبني على output اللي طالع من معدد filter عشان يبين لي اكبر مثلا خمسة products من حيث قيمة المبيعات لو هنا ثلاثة يبقى ثلاثة وهكذا هختار range كله واروح على insert ومن منطقة charts هختار الحتة اللي فيها columns وهختار cluster columns هرسم لي زي من شايف بشكل automatic مشكلتي لو غيرت هنا خليتها ثلاثة مثلا هتلاقي في حتة فاضية في chart ولو قلت له مثلا هنا سبعة هتلاقيه ما اخدش معي chart بالكامل او table بالكامل ساب اخر two rows طبعا دي مشكلة لان انا محتاج ده يكون ديناميكي معي مش كل مرة هخش اعمل edit بأداية ازاي اعمل كده اول حاجة تعالى نحاول نفهم chart بيشتغل ازاي روح على chart design واختار select data وتعالى نشوف اول حتة لو اخترتها هتلاقيه مختار من اول g7 لغاية g11 من g7 لغاية g11 ده range اللي هو شايفه تعالى نعمل cancel روح الناحية التانية على ال labels لو قلتلو edit هتلاقيه مختار ال labels اهي من اول f7 لحد f11 فانا محتاج مكان الحاجتين دول مكان المنطقتين دول ادخله reference يكون او range يكون dynamicي بشكل ما طبعا اقدر استخدم ده عن طريق names ممكن ادي مسميات لل ranges دي ولكن المسميات دي محتاجها تكون dynamicية تعالى نعمل escape تعالى نجرب حاجة مع بعض لو جبت تشارت هنا شوية وقفت هنا قلتلو equal وروح تختارت f7 وبعد f7 اعملت hash زي ما انت شايف كده حضرتك ايه اللي هيحصل هيختار range بالكامل ولو غيرت الاختيار بتاعي هنا مثلا خايته 5 نفس الكلام هنا بيديني reference على ال table بالكامل بغض النظر انا عدد سطور وعدد الاعمدة فممكن استخدم f7 hash دي واكاريت بيها نطاق والنطاق ده بعد كده استعمله جوه ولكن قبل ما اعمل كده انا محتاج نطاقين مش نطاق واحد يعني محتاج نطاق لوحده يكون في labels ونطاق تاني يكون في يعني معنى كده الجدول ده محتاج يتقسم على اتنين عشان اقسم ده ممكن اخش تاني جوه معادلة filter واستخدم معادلة index واقل له index وبعدين tab اداني معادلة index تعال نمشي على اول حاجة ال array عندي خلاص ال array جاية من sort و filter مفيش مشكلة اعمل قامة بعديها طالب مني عدد السطور او number of rows بالنسبالي number of rows غير معروف سيبها واعمل قامة تانية فاضية طلب مني number of columns انا عايز الكولم الاولاني لوحده فهعمل واحد واقف المعادلة index ودوس enter زي ما انت شايف جاب لي بس كولم واحد موجود في ال labels وهنا زي ما انت شايف بقى مشاور على اول عمود لوحده مفيش مشكلة ممكن اخد كل المعادلة من جوه formula bar ctrl c وروح تحت ال amounts ودوس ctrl v كرار لي نفس اللي عمله تاني ولكن لو دخلت على موادلة index وخليت ال argument بتاع ال column number خليته 2 يعني اختار لي ال column التاني ودوس ت انتر حيرجع لي الدنيا زي ما كانت جاب لي amounts ولكن المرة دي حتى لو اخترت كده هتلاقي المربع الازرق مشاور مرة على ال label لوحده ومرة تانية على المبالغ لوحدها وممكن اعمل reference تاني زي ما كنت اعمل هنا اقوله equal واختار g7 واقوله هاش اقدر اختار المرة دي amounts لوحدها لو استخدمت ال two references دول جوه نطاق دخلت على name manager وديت اسامي مستندة على ال g7 وال f7 اقدر بعد كده ادخلهم جوه التشارت ويبقى التشارت بتاعي شغال بشكل dynamic مفيش مشكلة خالص ممكن اروح على formulas وهدي احاجة اسمها define name هاختار define name اول حاجة محتاج ادي اسم لل labels هسميه labels ويعشان اختار range اللي هو باصس عليه ممكن ادوس على السهم ده واروح اختار F7 هيختارها لك ويحطها لك هنا زي ما انت شايف كاتب F7 حط بعديها الهاش الظريفة بتاعتنا عشان يفهم ان انا عايز ال array كلها مفيش مشكلة ودوس على اوكي كده سمينا اول نطاق النطاق التاني نفس الحكاية بالزبط هروح اختار define names التاني مثلا سميه amount ونفس الكلام هاختار من هنا السهم ده اختار اول cell اللي هي g7 وحط بعديها الهاش وارجع تاني ادوس اوكي كده بقى عندي نطاق تاني ونطاق ده باصس المرادي على amount تعال بقى نروح على name manager كده بسرعة هتلاقي زي ما انت شايف فعلا فيه نطاق متسمي اسمه amount وباصس على زي ما انت شايف ج7 هاش ونطاق اسمه labels وزي ما انت شايف برضه باصس على F7 هاش ممكن استخدم دول بعد كده جوه التشارت هنختار التشارت ونروح على chart design ونروح على select data هيفتح البندو بتاعت select data اول حاجة محتاج اختار الamount وانا واقف عليها هدوس edit وهاجي تحت هنا هلاقي series value اول حتة فيها اسم sheet مش عايزة اغيرها هاختار اللي بعد اسم sheet اللي هو reference كان موجود قبل كده backspace عشان امسحها وعايز بعد كده احط الamount او ال name اللي احنا سميناه amount او نطاق اللي سميناه amount فهدوس على F3 عشان يجيبلي الاسامي اللي موجودة كلها وهاختار amount ودوس على اوكي ادوس على اوكي مرة تانية كده هو قبلها مفيش مشكلة خالص نفس الكلام هعمله في labels هدوس على edit ونفس الحكاية هسيب اسم sheet وامسح كل اللي وراها backspace ودوس على F3 هديني الاسامي ودوس على اوكي مرة تانية تعال بقى نجرب نغير كده شوية نقول بقى 7 بيكبر معاك التشارت وبيكتب لك 7 تعال نقول 3 بيصغر معاك وبقى بس بصص على 3 ومفيش اي حتة فاضية انا كده تمام تعال نوضى بالتشارت ده شوية دوس على alt وقلت مهمة قوي وانت مختار التشارت دوس على alt وبدأ حرك بالماوس هتلاقي بيتحرك مع الجريد ممكن الزاقه هنا كمان وانا بسايز ممكن اصغر بس انا دايس على alt هيتحرك مع الجريد بالزبط وده طبعا حاجة ظريفة عشان اصبت الليي اوت بتاعي انا مش محتاج الجريد لينز ممكن اعمل لها ديليت مش محتاج الليبل ديليت محتاج ازود لابلز فوق العواميد وانا واقف على الشارت على جريين بلاس هدوس عليها هلاقي حاجة اسمها data labels لو اخترتها هيتطلع لك على طول الاماونز فوق الكلامز مشكلة خالص فضل لي اخر واحد ان انا محتاج اخاري الليبل ده يكون لي معنى شوية وكتب لك amount اصلا مانوش معنى خالص محتاج اديرو حاجة يكون ليها معنى طب تعالى اللي انا عايز احطه هنا هو في التشارت هكتبه في السال هنا هو نكتبه مع بعض فالياكم مسلا انا محتاج اقول له انا محتاج top 3 products وبعدين buy sales value ودوس على enter ادي الليبل اتكتب هنا عايز بعد كده اخلي اقرأ الليبل ده هقف على البوكس بتاع التايتل ده وروح على formula bar خد بالك لازم تقف جوه الف formula bar ودوس equal وروح اختار السال اللي اسمها G4 ودوس على enter هلاقي الكلام اللي مكتوب هنا اتنقل بالزبط زي ما حراك شايف اي حاجة هكتبه هنا هتروح تكتب بالزبط جوه التشارت طب انا عايز ده يكون دايناميكي ممكن اعمل كده ازاي بدل ما انا كتبه باداية ممكن ابدأ احط قبليه كلمة equal وطالما equal وفي تكست لازم استعمل double code فهحط double code كلمة top عمرها ما هتتغير فبعد ال space بتاعت التوب حقفل double code مفيش مشكلة وبعد كده اعمل and عشان اعمل concatenate او اعمل join وبعد كده ادوس على ال reference هنا فلو كتبت 3 هتفضل 3 4 بقت 4 وبعد اعمل join تاني وبعد كده نفتح double code واجي في الاخر خالص واقفل double code فكده عندي بقت معادلة مبنية على الرقم اللي موجود هنا التكست في الاول وفي الاخر مش هيتغير ولكن الرقم اللي موجود هنا هيتغير حسب الاختيار بتاعي دوس انتر تعال بقى نغير هنا كده ونقول خمسة خد بالك ادي الليبل اتغير وكمان اللي موجود على التايتل اتغير اعتقد كده ماشي يا كويس قوي جرب عشرة دوس انتر مفيش مشكلة التشارت بقى dynamic والتيبل بقى dynamic حتى الليبل بتاعي كمان بقى dynamic اعتقد اسهلك كتير جدا انك كل مرة تعمل تغيير بأيديك جوة التشارت ده كان كل حاجة للفيديو بتاع النهاردة اتمنى تكونوا استفدتوا وقبل ما سيبك لو سبحت تشارك في القناة واعمل لايك الفيديو لو عجبك واسب لي تعليق واشوفكو في الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته